فاصر الإختلاف بالمصطلحات في كل مجموعة مما يأتي ثم أباين كيف ترتبط معنى المنبهات والمسكنات المنبهات والمسكنات ويقول لك تتبط معنى لك segue تجعل المنبهات الناس أقصر يقزة أما المسكنات тоجعل الإنسان أقصر معيسا وكل منهما يؤثر على الجهاز العصب المركزي كل منهما يؤثر على الجهاز العصب رينا يبعدن لنا منبهات وعندن له مسكنات المنبهات بتحديدنا يقزة اما المسكينات بتخلان نرتاح برتاح التعب او القلم فبالنام فبنهدى يبس تنبي اصرع جهاز العصبي طيب التحمل والادمان التحمل للعقوقير يعني التحمل ده يعني اخذ العقوقير هو تكيف الجسم المستوى معين من العقوق اما الادمان فهو الاعتماد على العقوقير نفسيا جسمانيا الادمان ده انت ممكن تخد علاجه وتمشي عليه بس مش تدمنه اما الادمان انت مستدر استغنى عنه والاثنين يتطوروا من قوة تحمل الشخص المضمن على العقوقير الاثنين لازم يبقى عندنا تحمل لهم الناس اللي عندهم امراض مزمنة امراض نفسية امراض اخرى لازم يبقى مش على ادوية لكن مش بيدمنوها لكن الادمان فهو الحاجات المضرة طيب رقم 20 الدوبامين والعقوق برضو دوبامين نقل عصبي دوبامين هو نقل عصبي له دور في الشؤور بالارتياح يبقى الدوبامين ده نقل عصبي له دور نحن نشر بالارتياح مش فيه ادوية بتزود الدوبامين في الجسم عشان نشر بالارتياح تمام؟ والعقور هو مادة تقدر وظيفة الجسم وتؤثر الكثير من العقوقير في مستوى الدوبامين يبقى فيه انواع من العقوقير بتؤثر على مستوى الدوبامين يبقى دربت بلو طيب احنا فضل لنا خمس دقيقة يلا نكمل فيهم مالذي يقلل مالذي يقلل نشوط الدماغ النيوكتين ولا الكوكايين ولا الإدرونالين ولا الكحول طبعا الكحول يا شباب الكحول هو ده اللي بيضمر خلاص يبقى عمدلا مين؟ الكحول الكحول طيب يقول لك استخدم السورة الاتية هي اذا حاب نجيب الألم حاب نجيب السهم اذا هناك شخص يعاني من الاكتئاب تمام خلاص اذا كان هناك شخص يعاني من الاكتئاب فما العلاجة لاز ينصح به لمعالجة الخلية العصبية قبل التشابقية يعني ايه يا شباب بلو لا كنت شخص يعاني من الاكتئاب احنا بننصح ان احنا نعالج ايه قبل ما يخصل تداخل في الخلية فقبل التشابقية يخصل تشابك في الخلية العصبية ما لو الاكتئاب ده زاد عن حد شباب بيقضي الوفاة ايوه مش ساعات الى انسان مكتئب ممكن يموت بي يموت ليه عشان هو بيخصل تشابق بالخلية العصبية اينا نفروض نعمل ايه نعالج خفض من انتصاص الدوبامين في الوقت قبل ع многو لتخافض ان يخافض دوبامين الدوبامين ده لازم الدوبامين 날 تركز معايا علاج يخافض من انتصاص الدوبامين علي ايه ويخافض دوع معين ادوية اكتئاب بتخفض من انتصاص الدوبامين يبقى الإجابة دي طمان ربنا يعافينا ويشفى كل مريض يا رب علاج يخفض من انتصاص الدوبامين طب يا 23 يا درس ده سهل و جميل يا شباب والحل عليه جميل ومفوش أي حاجة يقول لك هنا ماذا يعني إدمان الشخص على العقاقية ده معنى ايه ما معنى زيلي تمام تعني يعتمد الشخص نفسيا وكسديا على العقاق يعني ده معنى ان هو بيعتمد نفسيا وكسديا على العقاق نفسيا مش يقدر هم يعمل اي حاجة بشكل نفسي لما ياخده الجسمانية لم يقدرش ان هم يتحرقوا لاما اي مجهود بدني غير برضو لما ياخد الدوة طيب ناقش ما ينتج عن حدوث خلل ما للجين المسؤول عن انتاج الدوبامين طيب للجين المسؤول عن انتاج الدوبامين ناقش ما ينتج عن حدوث خلل لأسفة لقطع النطق ناقش ما ينتج عن حدوث خلل ما للجين المسؤول عن انتاج الدوبامين فيه جين مسؤول عن انتاج الدوبامين ايه اللي يحصل فيه لو حصل فيه خلال الشخص يعاني من اكتئاب أو أن سترت على حركة الجسم قد تأثرت يبقى كده معناه أن الشخص بيعاني من الاكتئاب خلاص أو أن سترت على حركة الجسم قد تأثرت طيب رقم 25 كون استمتاجا حول الجملة الآتية يعد إدمان شخص ما على العقاقير أصعب من التوقف عن تعطيها ودافع عن موقفها طبعا يا شباب يعني ربنا يا عافينا من حاجات دي كلها يا رب بيقولك لأن الإدمان يأخذ فترة طويلة من أخذ جراءات من عقار ما فيعتاد الشخص عليه نفسيا وجسمانيا الإدمان ده شباب يعني مش يوم واثنين وثلاثة لا دي فترة طويلة بتعتاد على شيء بتدمن شيء بتدمن دواء معين بتدمن حاجة معينة بفترة طويلة فلازم بياخد وقت وطبعا دفع عن موقفك في حاجة زي كده نحن نرفض نبتعد عن حاجة زي كده خالص وما تأثرش عينة ومش تضعف نحن نقدي بنفسينا لكده تمام يا شباب طيب واضي لقية تاني بسم الله رحمة الله رحيم ايه سؤالة هنا عدنا ولا ايه اه اه هو في هنا 26 اكتب قصة طبعا احنا متفقيني ان اي قصة قصيرة بتبقى سابها لك انت الوحي خيالك انت للطورب تعال بقى نشوف الجدول استخدم الجدول يلقاتي في الاجابة على السؤالين 27 و 28 عندنا النوع وعندنا الوزن بتاعه الحوت وزنه 69 الفيل وزنه 6000 البقرة من ربعمية تمانية وخمسة وعشر وتمانية خمسة تمانية وخمسين الانسان البالغ من اه ده الوزن بالجرام يا شباب ده الوزن بالجرام تمام من 1300 1400 الكلب 72 القطة 30 طبعا احنا قدامكم البيانات يلا نحل عشان بس الوقت بتاعنا بلك هل تظهر علاقة بين حجم الجسم ووزن الدماغ اه طبعا كلما زاد حجم الجسم كلما زاد وزن الدماغ كلما جسمك يبقى زايد مش جسمك كانسان كالفين مثلا شوف وزنه قد ايه بطبيعي راسه تبقى قد ايه ودماغه تبقى قد ايه تمام يا شباب يبقى كلما زاد حجم الجسم حجم الجسم كلما زاد وزن الدماغ والعكس صحيح هي علاقة طردية يعني ال هي بتقل زاد هي بتزيد دي معنى العلاقة الايه معنى العلاقة الطردية طيب ناقش التفسيرات المحتملة من حيث التكيف التي تؤدي دورا في ايجابتك على السقصة 21 يعني ايه هقول لك يعني تكتب يعني كلمة يعني ايه بقولها دي تكتبها يعني كلما زاد حجم جسم الكائن كلما اكتب ورايه طب تعال انا هنكتبها عشان دي مهمة انا هكتبها اهو على البورد انت اكتب ورايه هنا يعني كلما زاد حجم جسم الكائن كلما زادت انشطته الحيوية والدماغية يعني كلما زاد حجم جسم الكائن شفت شباب سبحان الله كلما زاد حجم جسم الكائن تقود lon semi 6 ويزيد بيزيد انشطته الحيوية والدماغية بيزيد انشطته الحيوية والدماغية ويطلب ذلك زيادة في حجم الدماغ ليلاء متلك المطلبين وهي عن متطلبات لحسب حجم جسمه فبيزيد من الحجم ده الدماغ بتبدأ ان هي تزيد ليلائم تلك المتطلبات ليلائم تلك المتطلبات كده يا شباب احنا الحمد لله خلصنا الفصل الثاني يلا نقفل